أفاد مركز رصد الزلاز الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا وأضاف المركز أن الزلزال واقع على عمر 10 كم وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن البلاد تعرضت لـ 9136 هزة ارتدادية عقب زلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش في السادس من شهر فبراير والذي تسبب في مصرع نحو 50 ألف شخص في تركيا وسوريا